الله يسعد أوقاتكم جميعا بكل الخير وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وتزيين جديد قبل ما أبدأ الفيديو اليوم حابة أتشكركم للصبايا المتابعات لقناتي على تفاعلهم الحلو ودعمهم الرائع للقناة سواء كان بالمشاهدة أو باللايك والتعليقات أو بالمشاركة للفيديوهات فالله يجزيكم الخير جميعا تزيين اليوم يا الصبايا كيك لعيد زواج أو ذكرى زواج أو ذكرى ميلاد بناسب كل هاي المناسبات وبنفس الوقت بسيط وسهل تنفيذه والنتيجة النهائية جدا رائعة بتنافس أرقام محلات الكيك أول خطوة بالتزيين المتابعات للقناة بيعرفوا أني دائما بحضر أشكال عجينة السكر من قبل بوقت حتى تتماسك وتكون ثابتة لما أستخدمها بالتزيين فعجنت عجينة السكر كتير منيح ضروري بالشدة خاصة يا صبايا كتير عجينة السكر بتكون جامدة وصعب إنها تتشكل فضروري إن عجينها كتير منيح لحتى تصير طرية وصير سهل إنها نشكلها وبنفس الوقت ما تتكون أو يصير فيها أي تشقوقات تتخرب شكل المجسمات أو الأشكال بدأت أعمل أشكال القلوب من قوالب السيليكون قوالب السيليكون متوفرة عن محلات مسلزمات الكيك بأشكال مختلفة وسهل الشغل وتكوين المجسمات فيهم بس باخد قطعة صغيرة من عجينة السكر وبضغطها بشكل كويس بالقالب وبطلعها بكون الشكل جاهز فردت جزء من عجينة السكر باستخدام قطعة القلب أصغر حجم متوفر رح أقص مجموعة منهم حتى أستخدمهم بالتزين ويكونوا جاهزين لوقت ما أجهز الكيك بهالوقت رجحت عملت مجموعة من القلوب تقريبا بنفس الحجم حتى أستخدمهم تزين الكوب كيك يعني طلبية الكيك كان معها طلبية كوب كيك وحتى يكون التزين متناسق حبيت يكون فيهم نفس نمط التزين رح أترك لكم صورة الكوب كيك في جنب الشاشة استخدمت هذا القلوب في التزين متر ما شايفين رح أترك لكم رابط الكوب كيك المقادير والطريقة بصندوق الوصف لو حبيتوا تحضروها رح أغمس طرف خلة الأسنان بالمية وأثبتها بالقلوب من عجينة السكر وأتركهم يثبتوا لوقت ما أزين الكيك بالمناسبة الصبايل بحضروا فيديوهاتي لأول مرة ولسه ما اشتركوا بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتي يصلكم كل فيديو جديد بنزر على القناة وإذا أعجبتكم فيديوهاتي ما تبخلوا علي باللايك وتعليق حلو ومشاركة الفيديو لو أمكن لو شايفين أن محتوى فيديوهاتي مفيد وممكن يفيد غيركم أخذت قطعة من عجينة السكر باللون الأبيض رح أطريها كتير منيح وأتأكد إنها نعمة ما فيها أي تشققات وسهل التعامل معها وأفردها بشوي من النشا ضروري نستخدم النشا أو السكر البودرة لكن أنا بفضل النشا حفردها حتى أعمل منها شكل التقويم أو الكالندر أتأكد إن عجينة السكر مفروضة بشكل متساوي مش لا إشي بس حتى يكون الشكل النهائي مرتب طبعا دائما كل مكان الشغل متقن ونضيف كل مكان الشكل النهائي احترافي جبت القاعدة للكيك حتى أتأكد إنه مقاس الكالندر أو التقويم اللي أنا رح أقطعه أو أقصه شكله متناسب مع شكل الكيك طبعا الأفضل إن أستخدم مصطرة في عمل أو أقصه مستطيل حتى أضمن إنه يكون المستطيل متساوي وشكله منظم من كل الجهات أنا لإني ما استخدمت المصطرة فتقريبا حاولت أضبط الشكل بالنظر وتأكد إنه متناسب مع الكيك عملت شريط لكتابة الجملة اللي رح نحطها على قاعدة البورد قولهم بحضرهم وبتركهم رح أحطهم على ورق المحارم شوي حتى يمتصر رطوبة اللي فيهم وينشفوا شوي يكون سهل التعامل معهم رح أقسم التقويم اللي رح نعمله أعدوا معي إنه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طبعا هنا كانت في غلطة إنه أنا اعتبرت إنه أيام الأسبوع أو عفوا الشهر عبارة عن أربع أسابيع فطلع ناقص معي خانة أخيرة في التقويم ورح نشوف كيف رح نحل هاي المشكلة لقدام بدأ أقسم الكالندر كمان لأيام الأسبوع اللي هي سبع أيام نتأكد إنه المسافة بين كل عمود والتاني يتكون متساوية بنعد على عدد أيام الأسبوع بعد ما انتهيت رح أحاول أزيد العلامة أو أبين الخط يكون مجسم بشكل واضح أكتر بعد ما اتأكدت إنه أنا تقسيمتي صارت صحيحة رح أستخدم الأقلام الغذائية بالكتابة على الكالندر في فكرة تانية صبايا للكالندر وهي إنه تختاري من البنترست شكل التقويم والشهر اللي للمناسبة وتطبعيه على عجينة السكر أو بصورة سكرية وتقصي الشكل وهيك بكون جاهز طبعا هو أسهل بهاي الطريقة لكن تكلفة عجينة عفوا تكلفة الصورة السكرية غالية وكله هذا بزيد من تكلفة الكيك تمام؟ فأنا في هالوقت كتبت الأرقام وكتبت الأيام ومتل ما شفته الغلط كان إنه أنا قسمت الأسبوع عفوا الشهر لأربع أسابيع فطلع معي بس 28 يوم اللي عملته إنه روح تقصيت شريطه جديد وقصيته بشكل مناسب متل ما باين بالفيديو مع أطراف التقويم ورح أقسمه بنفس الطريقة وأضغطه شوي حتى إنه يتماسك مع المستطيل الكبير في حال ما تماسك ما في مشكلة أبدا وقت ما تحط الكالندر على الكيك رح تحطي هذا الشريط بجنبه تماما ما رح يكون واضح ورح أكمل بقية الأيام اللي كانت مع أقصى الأشكال صارت كلها جاهزة رح أبدأ بتغليف الكيك الكيك صبايا مقال 7 إنش وبالنسبة للمقادير فاكريني الصبايا بالفيديو السابق حكيت بالفيديو إنه أنا استخدمت مقدار الست بيضات اللي هو نفس المقدار اللي بنعمله للربع البلاطة عمل معي قالبين من 7 إنش بالإضافة لقالب 6 إنش يعني أعطاني 4 صواني من 7 إنش اللي هم قالبين كيك وأعطاني صنية بارتفاع عالي من 6 إنش تمام المقادير موجودة في المنتدى ورح أتركها كمان في صندوق الوصف تابعوا المنتدى يا صبايا غالبا مقاسات الكيك أو المقدار اللي أنا استخدمته بكتبه في صندوق عفوا في المنتدى وأعطاني كم صنية كمان بالمنتدى أحيانا بكتب ملاحظات هامة سواء بالكيك أو أو القناش أو طرق الخبز المهم أي ملاحظات بحس إنها هامة وما بيكون في وقت بالفيديو إني أحكيها فبنزلها في المنتدى رح أكمل تنعيم الكيك أو سقل الكيك حتى أحصل على حواف حادة في كل مرة بسحب الكريمة بسحبها من الخارج إلى الداخل حتى أحصل على حواف حادة قوام الكريمة جدا ممتاز وكانت النتيجة كمان حلوة يعني شايفين ما في أي فراغات موجودة ما في أي فقعات هوا إذا كانت الكريمة مخفوقة صح وما فيها أي فراغات أو فقعات هوا رح تكون التمليس والتنعيم جدا سهل هيك الكيك صارت جاهزة معنا رح أبدأ باللمسات النهائية أحلى مرحلة بالتزيين الصورة طبعا تعودت دائما أن أنا أي صورة بأخذها من بنترست وقصيتها الصورة مش غذائية يا صبايا لكن لو حب أنها الصورة تكون غذائية أكيد ما في مشكلة بتطلب أنها تنطبع على اللي هو الورقة السكري لكن من باب تخفيف وتقليل التكلفة على الزباين بنطبعها على صورة ورقية طبعا الصورة السكرية جدا سعرها أعلى وبالتالي حتضطر أنك ترفع ثمن الكيك وسعر الكيك لأنه التكلفة بهذا الشكل حتزيد فأحنا من باب التخفيف على الزباين نطبعها على صورة ورقية لكن أبدا ما في مشكلة لو تبعطيها على صورة السكرية قابلة للأكل بالكريسبي الأحمر رح أكمل بالشكل اللي شايفينه وبدأت أزين كما بالقلوب الصغيرة اللي قطعناها بالقطعات في بداية الفيديو بالشكل اللي بناسبكم طبعا طريقة التزيين بتعتمد حسب كل شخص ذوقه بالتزيين كل شخص إلو ذوقه وكل شخص إلو رأيه شايفين الشريط اللي أنا أضفته للكلندر اتماسك معها لكن كمان لو ما اتماسك مثل ما حكينا ما في مشكلة بحطه بجانبه تماما بحيث إنه ما يظهر في فرق بينهم رح أرتب القلوب بالشكل اللي أنا بشوفه مناسب بدأت بترتيبهم من الحجم الأكبر إلى الحجم الأصغر مثل ما شايفين وبهيك الشكل النهائي صار جاهز إن شاء الله يكون أعجبكم استفدتم من الفيديو حتى لو بإشي بسيط وإذا أعجبكم الفيديو ما تبخلوا علي باللايك وتعليق حلو متلكم يشجعني ويحمسني لأفكار أكتر أكتر إن شاء الله تكون في الفيديوهات الجاية للفيديو الجاية دمتم في رعاية الله